أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا فقارتنا الآن بدنا نحكي فيها عن الإسعافات الأولية للانزلاقات جراء ظروف الجوية السائدة وخصوصا فترة الإنجماد يعني كيف إحنا ممكن إذا أي شخص إحنا أو أشخاص آخرين تعرضوا لانزلاق ممكن نعمل إسعافات أولية ونتعامل مع المصاب حتى أو عبل ما يوصل لأقرب مركز صحي أو مستشفى متخصصة للحديث أكثر عن هذا المحور بسعدنا يكون معنا الدكتور كفاح أبو طربوش رئيس قسم العظام في مستشفى الأمير حمزة أهلا وسهلا فيك دكتور صباحك سعيد أهلا وسهلا فيك صباح الخير إليك صباح الخير للقائمين على هذا البرنامج صباح الخير للإخوة المشاهدين الكرام وصباح الوطن الجميل وبتمنى لكم يوم جديد مفعم بالحيوية إن شاء الله إن شاء الله دائما الله يبارك فيك دكتور هل بفرق الانزلاق أو السقوط لسبب عادي غير عن جراء الإنجماد تختلف أو السقوط سقوط أو الانزلاق انزلاق هو حقيقة السقوط سقوط يعني بفرق إنه مرات السقوط ممكن يكون ناتج عن إصابة عالية الطاقة تسميها أو عالية الخطورة وبالتالي بيؤدي لكسر كبير نوعا ما وممكن يكون السقوط ناتج عن مرتفع بسيط أو إصابة متوسطة أو خفيفة الخطورة وبالتالي بيصير كسر أخف يعني الفكرة إنه المرتفع اللي صار عنه السقوط أو المكان اللي صار فيه السقوط يا الدكتور فيه عامل تاني مش بس المرتفع كمان الوزن ولا لا كتلة الشخص برضو بتلعب دور طبعا وعمره وصلابة عظمه كلها هاي أمور بتلعب دور في موضوع الكسر احنا يعني إذا بتسمحي لي أتحدث من لاحظ عادة كما أنه في أمراض موسمية بالشتاء بخصوص الجهاز التنفسي والرشح والإنفلونزا وأمراض موسمية للصيف كالإسالات والتلبكات المعوية كذلك في أنه كسور موسمية كسور موسمية يعني من لاحظ زي ما تفضلتين في فترة الإنجماد والصقيع الكسور بتزيد أو الحالات اللي بتجيكم على المستشفى بتزيد وبالذات كسور معينة كسر مثلا نهاية الرسوغ عند الشباب أو نهاية عظم الساعد نتيجة السقوط الإنسان بحاول يتلقى على إيده فبتنكسر نهاية الساعد عند كبار السن كسور الورك بتكون أو الحوض أو يعني أعلى عظمة الفخذ هذه الكسور شائعة عند كبار السن أيضا في مواسم أخرى مواسم قطاف الزيتون في الأرياف برضو الكسور بالزيد الآن إذا ننتقل للمحور اللي نتحدث عنه الإسعافات الأولية الصحيح أنا حاب أحكي هون عن إسعافات يعني عن نقاط ونصائح عامة بتقديم الإسعافات الأولية وهذه النقاط أنا بعتبرها هامة وكثير مفيدة أحيانا في تقديم أي إسعاف أولي أولا يعني بدع الأشخاص اللي بدون يقدموا هذا الإسعاف أنه بداية الاتصال بالجهات المعنية بالدفاع المدني قبل تقديم الخدمة لأنه هذول الأشخاص مؤهلين للتعامل مع هذه الإصابات مع هذه الكسور أكثر من المواطن العادي ولكسب الوقت أولا اتصل بالدفاع المدني وبعدين بلش أعمل الإسعاف هذه نقطة كثير يعني في غاية الأهمية لكسب الوقت وثانيا لأنه أحيانا بالإصابات الجامدة والكسور القوية العمل المنفرد لوحدك ممكن أنه ما يأدي للنتيجة اللي بدنا إياها النقطة الثانية اللي بحب أنوه إلها أنه لمقدم الخدمة أو مقدم الإسعاف أنه ما يعرض نفسه للخطر أثناء تقديم الخدمة أحيانا ممكن يكون حادث إصابة على طرف طريق يستعجل مقدم الخدمة يتعرضه نفسه لحادث أثناء قطع للشارع يتعرضه نفسه لإصابة إنجماد زي موضوعنا اليوم يكون بالطريق اللي بدو يسعف فيها الشخص المصاب هو نفسه يزحلق ويوقع وينكسر نحن صارت معنا مرة لما الدفاع المدني يأخذنا وقت التلج بالمجنزرة حتى نأتي نداوم فواحد من رجال الدفاع المدني يريد أن يساعدنا عشان نطلع المجنزرة هو الإنزل هذا كثير سهل يعني أنه يحصل وزي ما قلت الدكتور أنه السقوط أو الانزلاقات أو الكسور موسمية يعني كمان كثير بتكون بوقت التلج أو الإنجمات للأسف نعم الدعوة الثالثة اللي بدعوها برضو لمقدم الخدمة يعني الانتباه وأخذ الأولويات أثناء تقديم الخدمة أخذ الأولويات يعني أولاً إنقاذ شخص إنقاذ الحياة ثانياً إنقاذ الطرف المكسور أو الإصابة وثالثاً هو إنقاذ وظيفة هذا الطرف يعني من غير المنطقي مثلاً إنه نقعد نهتم بكسر وبنفس الوقت المريض بيختنق عماله جراء شيء آخر أو بموت من اختناق فهذه الأولويات نحاول إنراعيها أثناء تقديم الخدمة طب يمكن هاي المختصين دكتور بعرفوها لكن الأشخاص الغير مختصين هي دعوة لجميع الناس إنه بداية أنت يعني كنظرة عامة تطلع على المصاب إذا بيتنفس كويس اهتم في موضوع نفسه في مجرى التنفس تبعه إذا فيه جسم غريب في الفم أو في المجاري التنفسية شيله هون الأولوية بتكون يعني ABC زي ما نحكيها طب كيف بدي أعرف مثلا إنه الشخص اللي سقط أو انزلق أمامي وبيدي أنا أقدم له خدمة أو مساعدة عنده كسور أو لا يعني إيش أول خطوة ممكن أعملها إحنا حكينا أول خطوة اللي هي الاتصال بالدفاع المدني اتصال بالدفاع المدني بعدين بعدين النظرة عامة للمريض نظرة أولية هل هو هذا المريض صاحي واعي بيتنفس بكامل وعيه ولا لا وهون بيأتي موضوع الأولويات هون الأولوية الأولى إنه النظرة العامة للمريض وبعدين نظرة خاصة للإصابة إذا النظرة العامة أوكي هذا مريض صاحي وواعي وما فيه مشاكل بنتقل للمرحلة الثانية وهي إصعاف الكسر بركي مش كسر يعني كيف بدي أعرف أنا إنه كسر أو لا هلأ كيف بدي أعرف يعني كيفية التعرف على وجود الكسر أولا الكسر دائما بصاحبه ألم وهذا الألم شديد يعني الكسر هو من أكثر الإصابات شيوعا ومن أكثرها ألما من أكثرها ألما ثانيا فيه عادة بيكون موجود انتفاخ أو تورم مكان الكسر دغري بيطلع الدكتور؟ دغري بيطلع على طوله مش بحاجة نستنى وقت لا لا الكسر عادة هو في كثير من الأحيان بيكون كسر مزاح وبالتالي بتشوه شكل الطرف وبينتفخ مكانه وهذه برضو من الأعراض أنه بتصير فيها أنها تشوه في شكل الطرف المريض بحس بتنميل بأصابعه بطرفه وبعدين أحيانا بيكون فيه إزرقاق أو آثار كدمات مكان الكسر وشغلي كمان بتأكد لنا أنه إذا المريض أحس أو اللي حوله السمع تقطقت وخشخشت الكسر هيك نكون متأكدين بوجود الكسر إلها فيه صوت؟ هو إحساس بصوت إحساس المريض نفسه إحساس المريض نفسه إحساس أنه عظمه عماله تحرك كثير المرضى نفسهم بعد السقوط مباشرة بيعرف أنه كسر بعرف أنه أنا انكسرت نعم هذه الطريقة للتعرف على وجود الكسر أما للتأكد من وجود الكسر يعني عادة بالأشعة الصينية أكيد هلأ عبلما الدفاع المدني يجي ويشتغل شغله وينقلوه للمستشفى أو للطوارئ يعني يضل الشخص بوضعيته؟ هلأ لا أول إشي يعني برضو نقطة عامة من النصائح العامة اللي بوجهها للتعامل مع الإصعافات الأولية عادة ما نحرك المريض من مكانه يعني بنصح عدم تحريك المريض من مكانه يضلوا على وضعيته يفضل أنه يستلقى على ظهره أما عدم تحريكه إلا إذا كان فيه خطر حقيقي يعني من بقاء هذا المريض في مكانه يعني المريض مثلا في مكان ممكن أنه عرضه لإصابة أخرى لا سقوط آخر أو شيء آخر فهون يكون من الضروري أنه نقل المريض وبركز على موضوع نقل المريض من مكانه بآلية معينة تضمن عدم وجود مضاعفات أو حدوث مضاعفات للي صار وهذه الآلية يعني عادة أنك تثبت الرأس مع العنق مع الجسد وتسحب المريض من الأكتاف يعني كسحب وهو مستلقي على ظهره بعدين إذا بدك يعني تسعف الكسر ككسر أو كإصابة معينة يعني بحب أذكر أنه الكسور أنواع عادة فيه كسور مفتوحة هذه بتكون مصاحبة بنزيف أو نقول مصاحبة بقطع بالجلد وكسور مغلقة بيكون فيها الجلد سليم وغير مقطوع إلا إذا الكسر فيه نزيف بهمنا أنه وقف هذا النزيف أو على الأقل يعني أنه ما ينزف بصورة أكبر كيف التعامل يعني بقطعة شاش معقمة إذا مش معقمة مش موجود تكون على الأقل قطعة شاش نظيفة شاش مش قطن يفضل أن يكون شاش يفضل شاش أو في حال عدم موجودة شاش قماش نظيف بتجفف مكان النزيف وبعدين تضغط بخفة هون بركز على موضوع الضغط بخفة لأن الضغط الشديد قد يؤدي أيضا إلى مضاعفات وإصابات أخرى هذا في حال الكسور المفتوحة من سميها أو الكسور النازفة بعد الضغط نحاول أن نلف قطن أو قماش يعني نحط الشاشة وفوقها ممكن نحط طبقة من القطن وبعدين التثبيت بجبائر إن أمكن حتى لو جبائر بداية في مكان الإسعاف يعني بعدما نغطي النزيف هذا لو حطينا قطعة من الخشب أو عيدان من الخشب أعلى الكسر وأسفل الكسر ووضع قماش فوقها هذا كثير بساعد عبد الميجي طبعا بيساعد أنه بيخفف من حدوث المضاعفات اللاحقة وبيخفف من الألم المريض لأنه إذا بدي أترك الكسر كما هو بدي يظل يتحرك والطقطقة والخشغش اللي حكينا عنها هذا أكثر شعور إيلاما للمرضى مين عرضة أكثر للتعرض للخطر أثناء الانزلاق؟ يعني مثلا مرضى هشاشة العظام البدينين أكثر يعني الموضوع هذا حكيتي فيه أنت والسمر ممكن في البداية حكينا معلوماتنا العامة بسل الأدق معك دكتور في غاية من الأهمية الموضوع حتى اللي حكينا عنه أنه لبس الكعب مزبوط كلامك الكعب ممكن أنه يكون كنقطة ارتكاز يمنع الانزلاق لكن بنفس الوقت نذكر أنه الكعب أصلا بخفف من حدة التوازن للإنسان يعني بالظروف العادية بالظروف العادية تكون لابس كعب أصلا المشي تكون مش متوازنة أماما وإحنا بحاجة لتوازن بالمشي على الجليد وعلى هذا وبالتالي يعني ممكن يكون الكعب يعرض لخطر أكثر اللي مننصح فيه فعلا أنه يكون الحذاء مصمم خصيصا يعني فيه فرزات معينة تمنع من هذا فالمعرضين للانزلاقات يعني اللي بيلبسوا حذاء قابل للانزلاق هذه نقطة النقطة الثانية كبار السن نحن نقول أنه بحاجة لتوازن مشيت كبار السن أصلا بتكون غير متوازنة وهنا أنا بنصحهم أنهم يستعينوا بعكازة يستعينوا بعصاء برضو بتزيد من توازنهم وإذا كان موجود مرافق اللي يساعدوا في قطاع شارع في نزول درجة طلوع درجة برضو مش غلط المعرضين أكثر للسقوط وأثناء لهذا هم اللي بفقدوا توازنهم أنا أصدي كمان سؤالي أنه المعرضين للمخاطر الانزلاق أكثر من غيرهم يعني ممكن شخص ينزل يقعد يقوم يكمل يمشي محرب للكسر أكثر من غيره أنا أصدي مرضى مثلا هشاشة العظام كبار السن زي ما قلت أكثر البدنين مثلا معرضين أكثر للكسور يعني العلاقة نقول أنه في علاقة طردية بين البداني وهشاشة العظام ما في علاقة أو الكسور أثناء السقوط الكسور أثناء السقوط المعرضين أكثر مرضى هشاشة العظام مرضى هشاشة العظام هشاشة العظام يعني أي وقعة ممكن أنها تكسرهم حتى إذا كانت الهشاشة شديدة أحيانا بدون سقوط ممكن أنه ينكسروا نعم أنا بشكرك كتير دكتور كفاح أبو طربوش لوجودك معنا رئيس قسم العظام في مستشفى الأمير حمزة وهذه النصائح العامة اللي بوقتها إحنا يمكن كتيرنا سويا معلومة جديدة أنه الكسور موسمية كمان أنه تزيد بالموسم اللي نحن نمر فيه دعوة برضو أحيانا كثير من نلاحظها أنه عدم إعطاء المريض الشراب أو طعام وقت الإصابة أو يعني بعد حدوث الإصابة الشخص المؤهل بالسماح للمريض أن يأكل ويشرب هو الطبيب لأنه كثير أحيانا من شرب ومن طعمه من كذا وهذا الحكي قد يعوق تداخل جراحي للمريض مخطط إلوه يعني معلومات جميلة وإن شاء الله تكون مفيدة لكل اللي سمعها وشاهدها إن شاء الله شكرا كمان مرة لوجودك معنا دكتور كفاح أهلا وسهلا أهلا بك